شهد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مراسم رفع العلم على قاطرتين وتتشين معديتين بترسانة بورسعيد البحرية في إطار مواكبة أحدث المعايير العالمية لزيادة الإنتاجية أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري خلال الأعوام القليلة الماضية في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وبتوجيهاته المستمرة بضرورة توطين صناعة بناء الوحدات البحرية في الترسانات والشركات التابعة للهيئة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وباستخدامها على النحو الأمثل طبعا نحن جبنا كاركتين أكبر كاركتين موجودين في شرط أوصل سنة الفاتن ويمكن سات الرئيس رفع العالم عليهم سنة الفاتن الحمد لله وكن داشت انسياته برضو أربع قطرات مبنين هنا في بورسعيد ودلات احنا بنتعامل مع ست قطرات جدد في بتعاون مع الصين تلاتة ببانوا في الصين واتنين ووصلوا منهم يخشوا خدمة إن شاء الله بعد ترشينهم دلاتي والتالتة في السكة توصل آخر الشهر ده وتلاتة حنبنيهم هنا بتعاون مع الصينيين وموجودين معنا في ترسانة بورسعيد لتوطين برضو الصناعة بالنسبة للوحدات النهاردة التي تم تتشينها أو رفع العالم عليها أولا في عدد اتنين قاطرة قوة شد 75 تن شد 55 تن يعني وبطول 32 متر عرض 11.8 من 10 غاطس 45 من 10 متر القاطرات دي بتعمل في مساعدة السفن سواء إذا كان في المواني أو في إثناء برهة للقناة المترجم للقناة